كل الطرق تؤدي إلى الحسم العسكري أكد تقول الواشرات وذلك ما تؤكده المعطيات في الميدان يبدو أن الزيارات الميدانية لكبار القادة العسكريين آتت أكلها وانعكس أثرها عمليا على معنويات المقاتلين إذ سجلت مختلف الجبهات تقدما لقوات الجيش الوطني خصوصا في جبهات نهم والمخى وبيحان بعد جولات كر وفر عديدة شهدتا هذه الجبهات تتزامل الانتصارات العسكرية مع جمود في المشهد الدبلوماسي بعد طي صفحة كيري رغم محاولات المبعوث الأممي ولد الشيخ إن عاشها بشيء من المداولات مع مختلف الأطراف كان آخرها زيارته إلى عدن للقاء الحكومة الشرعية والتي أكدت التمسك بالمرجعيات الثلاث بينما استحدث الطرف الإنقلابي عراقيلة جديدة اضطرت ولد الشيخ لتأجيل زيارته لصنعاه يراها محللون في مصلحة القوات المسلحة التي تحولت إلى مربع الهجوم بعد المراوحة في مربع الدفاع وأصبحت تضيق الخناق على الميليشيا في جبهات شبوى وتعز بل وتقترب من معاقلهم في صنعاء وصعد شمالا وعلى وقع هذا التسارع تكثف الميليشيا تحركاتها القبلية لتجنيد المزيد لسد الفراغ الحاصل في الجبهات التي تستنزف مقاتلها بشكل يومي ترجمة نانسي قنقر